وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة وخلال اجتماع لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيت وزير المالية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المسشار أحمد فهمي أن الاجتماع تنوى لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة حيث استعرض السيد وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة خاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتعزيز التنفسية والاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى مع مؤصلة الجهود المكسفة الرامية للحد من التضخم أوضح المتحدث الرسمي أن سيد رئيس وجه في هذا الصدد بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين وكذلك مؤصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة في مختلف محافظات الجمهورية أخذ في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقضي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهمة ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين وقد شدد السيد الرئيس على أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة بشكل مستدام لجميع مواطنها